بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسلم ورحبا بكم وتابعي الكرام في كل مكان في لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات أفضل طريقة لتعلم اللغة الإنجليزية واليوم تعلم بمشيات الله تعالى تعبيرات ومصطلحات هامة من استخدامها في الحياة اليومية تنبروف يور سكالز ان انجليش من هذه التعبيرات تنبروف يور سكالز ان انجليش واتباتي ترنجانست ترنجانست كويكويتال كويكويتال As you please As you please Unmissable Unmissable طيب خلينا نشوف التعبيرات دي ايه المراد بها وممكن فعلا نستخدمها في الحياة اليومية طبعا احنا يوميا احنا كل ديها وأسفاء يا للأسف للأسف يا وين اي سي واتباتي يا للأسف يبقى لما أحب أقول يا للأسف بقول لي يا شباب واتباتي واتباتي اوكي تمام ايضا ممكن نقول والله من المؤسف كذا كذا او من المؤسف أن تفعل كذا او من المؤسف أن يحدث كذا لنقولها زال او من المؤسف أنت تفتقد شخصا لا يقدر بثمن لا يفوتك ولا يقدر بثمن وهذه حقيقة طبعا يا شباب Unmissable Unmissable يعني لا يفوت يعني هنا ممكن بنضم الياء يا شباب لا يفوت So as for example When I say or I can say Oh it's an unmissable offer Unmissable offer عرض لا يفوت Oh يا ده عرض ما يتفوتش أقوله ازاي As an unmissable offer اوكي يا شباب تمام طيب أيضا معانا النهاردة تحبير جميل جدا اسمه quick witad quick witad حد كده بسم الله ما شاء الله يفهمه وطايرة باته بتقوله you are a quick witad يعني انت بتقوله سريع البديهة اللي هو بتقوله حاجة فهو يكمل بقى تمام مع نفسه كده فده سريع ايه سريع البديهة عنده زي مقوله عنده كده الفراسة You are quick witad سريع البديهة برضو تحبيل كميل جدا لما بنقوله واحد افعل ما تشاء افعل ما يحلو لك يفعل ما يحلو له يفعل كما يشاء تفعل كما تشاء كما يحلو لها بعض الاشياء لا تعوض نقولها ازاي بعض الاشياء لا تعوض واحد بقى ايه سوري يعني كده في اللغت غيرس شوية فانت بتقوله يا اخي بعد عن طريقي حل عني get out my way get out my way you can say get out my way ابتعد عن طريقي طيب عارفك سمع القتول طب اغرب عن وجه اه ايا get out my face ايا get out my face اغرب عن وجهي اغروبي عن وجه ايتها الامة ايا that's right you can say that get out my face اغروبي عن وجهي اغروبي عن وجهي as you like yeah that's right اا تمام اا كمان ما بنقول مثلا الحصانة انك انت تكون فوق القانون او الحصانة هي ان تكون فوق القانون هنقولها زي impunity is to be above the law impunity is to above the law ايا impunity is to be above the law ايا impunity is to be above the law اا طبعا دي معنى اا او معناها لما بنحب نقول واحد الحصانة هي ان تكون فوق القانون ااا طبعا over my dead body ااا دا حد بقى ايه خلاص يا اخي سامحوا بقى يا اخي ما عليش تزاي بعض لا دا لا والله ااا دا على قصة هو يقولك كثير طب دولها ازاي انتجلي هه هه over my dead body over my dead body over my dead body يعني على قصة ااا ااا ندعي شيء ما تحب تقول شيء ما غاب عن بالي نقول ذلك The point man slapped my mind يعني فيما معناه الموعد غاب عن بالي يعني هذا المعاد راح من بالي المعاد أو الموعد راح من بالي راح من دماغي نقول ذلك The point man slapped my mind يبقى When something slapped my mind فيما معناه شيء ما غاب عن بالي كمان آخر حاجة معنا النهاردة لما بنقول عايزين نتعرف على شخص ما To get to know someone To get to know someone تتعرف على شخص ما فبنقولها ازاي مثلا يعني أو ممكن نستعلمها في مثال As you see Could we get to know each other What does it mean turn against ينقلب ضد Don't turn us against each other اللي هو أنت بتقول لواحد ايه ما توقعناش في بعض ما توقعش بنا لا توقع بيننا يعني Don't turn us against each other Don't turn us against each other يبقى Turn against معناه ينقلب ضد طبعا وفي النهية أشكركم من المتابعة وفضلا ليس أمر لو عاجبك الفيديو دعم الفيديو بلايك حتى يصل لعلم وغيرك ولو انت أول مرة تشوفني وتسمعني 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 تاني أهلا وسهلا بك نورتني أكون سعيد جدا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى إلى أن نلتقي في لقاء قادم أستوديكم الله الذي لا تضيع ديره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته